أهلا وسهلا بكم في المختصر المفيد النهارضة هنتكلم عن البنكرياس بالتحديد هنشرح هرمونات البنكرياس البنكرياس بيعتبر من الغدد المشتركة اللي بتجمع ما بين الغدد القنوية يعني بيكون لها إفراز خارجي والغدد اللاقنوية اللي هي الغدد الصماء اللي بيكون لها إفراز داخل الدم وده بسبب أن البنكرياس بيصب إنزماته الهاضمة اللي بتفرزها خلايا حويصلية موجودة في البنكرياس إلى داخل الإصنع عشر عن طريق القناة البنكرياسية وبيفرز هرموناتو في الدم مباشرة من خلال خلايا غدية صغيرة متخصصة بتكون معروفة باسم جزر لانجرهانز يعني كده البنكرياس بيتكون من نوعين من الخلايا خلايا حويصلية بتفرز الإنزمات الهاضمة إن بيصبها بعد كده في الإصنع عشر علشان تيضم الطعام وبيتم نقل الإنزمات العظمة من البنكرياس إلى الأسنع عشر عن طريق القناة البنكرياسية علشان كده بنقدر نقول على البنكرياس غدة قنوية والنوع الثاني من الخلايا هي خلايا غدية متخصصة معروفة باسم جزر لانجرهانز على اسم العالم اللي اكتشافها جزر لانجرهانز بتفرز الهرمونات في الدم مباشرة علشان كده بنقدر نقول على البنكرياس إنه غدة صماء وطالما بيجمع ما بين الغدة الصماء والغدة القنوية يبقى يعتبر البنكرياس من الغدد المختلطة الخلايا الموجودة في جزر لانجرهانز بتتميز لنوعين من الخلايا النوع الأول اسمه خلايا ألفا والنوع الثاني اسمه خلايا بيتا خلايا ألفا بيكون عددها وليل وبتفرز هرمون اسمه هرمون الجلوكاجون والنوع الثاني من الخلايا اسمه خلايا بيتا وبتمثل العدد الأكتر في خلايا كوزور لانجرهانز وبتفرز هيرمون الأنسولين قلنا أن خلايا ألفا بتفرز هيرمون الجلوكاجون واللي دوره أنه بيعمل على رافع تركيز سكر الجلوكوس في الدم من خلال تحويل الجلوكوجين اللي متخزن في الكبد بس إلى جلوكوس وإحنا عارفين أن الجلوكوجين بيكون متخزن في الكبد والعضلات هيرمون الجلوكاجون بيحول الجلوكوجين المخزن في الكبد بس إلى جلوكوس وخلايا بيتا اللي عددها أكتر بتفرز هيرمون الأنسولين اللي دوره هو أنه بيقلل تركيز سكر الجلوكوس في الدم وبيكون عن طريق حاجة من اثنين أول حاجة بيحفز أو بيساعد مرور السكريات الأحادية وطبعا معداء الفاركتوز من خلال غشاة الخلية إلى داخلها وبيحفز من أكسادة الجلوكوس في الخلايا وأنسجة الجسم مختلف تاني حاجة بيعملها هيرمون الأنسولين هو أنه بيتحكم في العلاقة بين الجلوكوجين اللي بيتم تخزينه والجلوكوس اللي بيكون منفرد وموجود في الدم بحيث أنه بيحفز تحويل الجلوكوس إلى جلوكوجين علشان يتم تخزينه في الكابد والعضلات أو ممكن يحول الجلوكوس إلى مواد دهنية بيتم تخزينه في أنسجة الجسم المختلفة يبقى كده اللي بيحول الجلوكوجين المخزن في الكابد إلى جلوكوس وبيرجعه للدم تاني هو هيرمون الجلوكاجون اللي بيتم يفرزه من خلايا ألفا وبالتالي يدوره أنه بيعلي نسبة السكر في الدم إنما اللي بيني للجلوكوس من الدم للخلية وبيحفز من أكسادة الجلوكوس وبرضو بيحفز تحويل الجلوكوس إلى جلايكوجين أو الدهون هو هيرمون الإنسولين اللي بيتم يفرزه من خلايا بيتا وبالتالي يدوره أنه بيقلل من نسبة السكر في الدم هيرمون الإنسولين بيعمل على مرور السكريات الوحادية من الدم لداخل الخلية بما فيهم الجلوكوس لكنه مش بيني للفاركتوز إنه هو سكر الفواكه الفاركتوز بيمر لوحده من غير أي هيرمون الإنسولين وهو الغذاء اللي بتتغذى عليه الحيوانات المنوية وبالتالي الإنسولين مش بيشارك في تغذية الحيوانات المنوية نقص إفراز هيرمون الإنسولين بيؤدي إلى حدوث خلل في قيده كل من الجلوكوس والدهون في الجسم وبيسبب مرض معروف باسم البول السكري أعراض مرض البول السكري اللي بيكون ناتج عن نقص الإنسولين في الدم بتتمثل في ارتفاع نسبة السكر الجلوكوس في الدم عن المعدل الطبيعي وكمان بيكون فيه تعدد التبول والعطش بسبب وبوض سكر الجلوكوس في البول لأن لما بتزيد نسبة الجلوكوس في البول بتزيد أزموزية البول وبالتالي بيحتاج أنه يمتص مية كتير من الدم فبيسبب خروج كميات كبيرة من المية مع البول وبالتالي بيسبب العطش وآخر حاجة خالص في عراض مرض البول السكري هو إصابة مرض السكر أحيانا بغيبوبة السكر ومرض البول السكري هو مرض شائع بيتميز بارتفاع مستوى الجلوكوس في الدم وبيتم تأسيم مرض البول السكري إلى نوعين على حسب سبب ارتفاع سكر الجلوكوس على المعدل الطبيعي النوع الأول وهو الأقل شيوعا والأكثر خطورة وبينتج بسبب أحد أمراض المناعة الزاتية بحيث أن الجهاز المناعي بيهاجم خلايا بيتا في جزر لانجرانز وبيضمرها وبالتالي بيقلل من مستوى الانسولين في الدم أو بيتوقف إفرازه تماما إبقى النوع الأول مشكلته في خلايا بيتا يأما كانت شغالة وبتفرز انسولين عادي ومرة واحدة وقفت بسبب أحد أمراض المناعة الزاتية أو ممكن يكون الطفل مولود بيها مش شغالة أصلا وفي حالة النوع الأول بيتم العلاج بحقن المريض بالانسولين وبيتم حقن مريض السكر بالانسولين ومش بيتاوله عن طريق الفم لأن هرمولي الانسولين بيتكون من بروتين فلو تم تناوله عن طريق الفم هيتعرض للهضم بوسطة انزيمات هضم البروتين الموجودة في المعدة والأمعاء قبل ما يوصل للدورة الدموية والنوع الثاني من البول السكري وهو الأقصر شيوعا والأقل خطورة وعادة بيظهر في الأشخاص بعد سن الأربعين والأشخاص اللي بيعانوا من السمنة المفرطة وفي النوع ده بتكون خلايا بيتا سليمة وبتنتي كميات طبعية من الانسولين بس المشكلة في أن الجسم مش بيكون قادر على استخدام الانسولين بشكل فعال والاستفادة منه والحالة دي بتكون معروفة باسم مقاومة الانسولين يعني الخلية مش بتقدر أن هي تستقبل الانسولين علشان يساعتها على مرور الجلوكوز من الدم إلى داخل الخلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة